السلام عليكم تقنية تجارة السيارات في الجزائر يبدو أننا سنشهد نودرة جديدة حتى في هذه السيارات التي تدخل بأسعار كبيرة يبدو أن السيارات المستوردة ستتجه إلى الزوال شيئا فشيئا فما طرحته وزارة التجارة من فرض شروط جديدة على ممارس هذا النشاط لضمان شفافية أكبر بخصوص أمالية البيع والشراء والتحويل الأموال والضمانات المقدمة للزبائن مع إحصاء جميع الناشطين في هذا البجال والوقوف على طريقة حصولهم على السيارات الجديدة وطريقة بيعها خاصة بعد تنامي ظاهرة المتاجرة برخص المجاهدين وفي ذل الأعداد المتزايدة لدخول السيارات الجديدة إلى الجزائر من طرف الخواز وممتهنين نشاط بيع المركبات تسعى وزارة التجارة إلى التأطير وتنظيم هذا السوق ووقف العديد من التجاوزات حيث شرعت في تحقيقات معمقها بخصوص العديد من الوكالاء الذين أعلنوا عن تخفيضات مغرية تصل إلى 100 مليون سنتيم على بعض موديلات السيارات مع اشتراط دفع الزبائن لتسبيقات ما بين 105 و180 مليون ومدة الانتظار حوالي شهرين لاستيلام المركبة فضلا عن توقف محاكمة بعض تجار السيارات الذين احتالوا على عشرات الزبائن ما يجعل ضبط تجارة السيارات الجديدة أكثر من ضرورة لحماية الجزائرين من الاحتيال وهو ما تسعى إليه وزارة التجارة لتجسده من خلال فرض الرقابة على هذا النشاط وتقييده بشروط جديدة والتخفيضات الجديدة التي وصلت أحيانا إلى 100 مليون سنتيم دفعت وزارة التجارة للتحقيق في مثل هذه العمليات فمن جهة هي حماية جيدة للمواطن ومن جهة أن الأسعار لن تتجه إلى الانخفاض والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة